بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ في هذه الحصة الدرس الثالث اللي عنوانه Properties of Pure Substance أو خواص المواد النقية بدايةً نبدأ بذكر بأنه هناك ثلاث حالات أو three phases اللي هما Solid, Liquid, Gas يعني جمال، سائل وغاص A pure substance is one that has a new form and invariable chemical composition يعني المادة النقية هي مادة اللي تكون تركيبتها الكيميائية غير متغيرة ومتناسقة A mixture of two or more phases of a pure substance is still A pure substance as the chemical composition of all phases is the same فهذا يعني لإيش؟ يعني لو خلطنا هنا for example لو خلطنا الآيس اللي هو الجليد مع الماء السائل فيعتبر أيضا pure substance لو خلطنا الماء السائل مع بخار الماء يعتبر أيضا pure substance ليش؟ لأنه Uniform ففي تماثل وعدم تغير التركيبة الكيميائية للخليط هناك تغيرات أو تحولات State change of any material due to temperature or pressure change is a phase transition فphase transition يعني التحول من phase إلى phase يعني التحول من solid, liquid, غاز وهكذا دولي A phase transition is a physical change or reaction فتعتبر تغير فيزيائي أو ناتج عن العملية كيميائية The following diagram State decay phase transition فهنا يلزمكم تعرفوا أسماء التغيرات فالتغير من solid إلى غاز تسمى sublimation التغير من solid إلى liquid تسمى melting التغير من liquid إلى غاز تسمى vaporization التغير من غاز إلى solid تسمى deposition التغير من liquid إلى solid تسمى freezing من غاز إلى liquid تسمى condensation بعدين نبدأ أول كورف في هذا الشابتر اللي هو saturation temperature and saturation pressure ففي الكورف هذا عنا إيش؟ عنا pressure في y temperature في x The graphical representation of this relationship between temperature and pressure at saturated conditions is called the vapor pressure curve فهذا الكورف اللي يكون فيه تغير ال y بحساب تغير درس الحرارة يسمى vapor pressure curve The term saturation defines a condition in which a mixture of vapor and liquid can exist together كلمة saturation أو ما يعبر عنه بالعربية الإشباع أو التشبع فهذا يعني أنه وجود حالتين مع بعض يعني وجود السائل مع البخار وهذا دائما نلاحظوه لو بغينا ناخذ ما سائل ثم بنائنا بتغلية الماء عند ضغط معين فلاحظ في فترة معينة يبدأ الماء بالغليان ويبدأ بخار الماء بالتواجد مع الماء السائل عند هذه النقطة تحديدا تسمى saturation temperature or saturation point exactly هنا نقدر نقول أنه مثلا لو أخذت هنا واحد أتموسفير أو واحد ضغط جوي فلاحظ هنا لو رحت بركورف كذا ونزلت هنا طبيعي جدا نعرف أنه عند واحد ضغط جوي يبدأ الماء بالغليان عند شبابكم في الحالة العادية يبدأ بالغليان عند 100 درجة مئوية تقريبا ولكن عندنا هنا في أبهى الضغط تقريبا نازل شوية ليس لأنه في منطقة مرتفعة فطبيعي جدا الغليان الماء حسب ما شفنا هذا في التجارب يبدأ في 93 درجة مئوية فنقدر نمر من 93 درجة مئوية نمر saturation point على هذا الكيرف ونرجع فنقدر هنا نحصل الضغط حق أبهى بمعرفة درجة غليان الماء هنا تقريبا نكون خلصت الفقرة هذه فقط هنا نود أسألكم سؤال قبل ما ننهي المحاضرة السؤال هذا هل درجة حرارة الغليان الماء في أبهى أعلى أو أقل من 100 درجة مئوية والسبب لماذا؟